صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على الآل ثم صحبي صلى الله عليه وسلم على الآل ثم صحبي صلى الله عليه صلى الله عليه همسات رمضانية سبحان ربي العظيم يا همسات رمضانية يا من يرى في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكن إن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى فقري لبابك حيلة ما لي سوى فقري لبابك حيلة فلا إن رددت فأي باب أقرأ بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل أن التذلل عند بابك ينفع وَجَعَلْتَ مُعْتَمَدِي عَلَيْكَ تَوَكُّلاً وَبَصَدْتُ كَفِّهِ سَائِلًا وَبَصَدْتُ كَفِّهِ سَائِلًا وَبَصَدْتُ كَفِّهِ سَائِلًا أَتَبُرَّعُ أَجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخَرَجًا وَالطُفْ بِنَا يَامًا وَالطُفْ بِنَا يَامًا إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِي وَآلِهِ خَيْرُ الْأَنَامِ خَيْرُ الْأَنَامِ خَيْرُ الْأَنَامِ شَافِعُوا وَمُشَفَّعُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيرٍ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةَ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوق وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبماءة طيف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه المخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمل بسميم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا وقناه ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد اللهم اتمم نورك علينا اللهم اتمم فضلك علينا اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد بصطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجود وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهنأها تطاع ربنا فتشكر وتعصى ربنا فتغفر وتجيب المطر وتكشف الدر وتشفي السق وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهدك الستر يا حسن تجاوز يا واسع المغفرة يا باصط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا أسألك يا رب أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار أسألك يا رب ألا تحرقنا في النار أسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا وتقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا 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 الله اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من صخطك ونقماتك وفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير من نزل النفوس أراحل بالأمس جئت فكيف كيف سترحل بكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل ما بال شهر الصوم ينضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل ها أنت تنضي يا حبيب وعمرنا يمضي ومن يدري أنت ستقبل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل يا ليلة القدر المعاقم أجرها هل اسمنا في الفائزين مسجلوا كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسال اعتق رقابا قد أتتك يزيدها شوقا إليك فؤادها المتوكل يا من تحب العفو جئتك مذنبا هل عفوت فما سواك سأسأل رمضان لا تنضي وفينا غافل ما كان يدعو الله أو يتذلال حتى يعود لربه متضرعا فهو الرحيم المنعم المتفضل رمضان لا أدري أعمري ينقضي من قادم الأيام أن تقابلوا فالقلب غاية سعده سيعيشها والعين في لقياك سوفتك حال إنفوكرات لنكتمل بالمعرفة نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة